التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جزر القمر غزالي عثماني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القموري على فوزه بولاية رئاسية جديدة مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة بمساعدة الهلال الأحمر المصري تم إجلاء عدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمطار العريش قبل السفر للإمارات وتواصل الدولة جهودها بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة وكذلك استقبال المصابين ونقلهم للمستشفيات أهرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وأكد هنية تقديره لدور مصر وقطر في السعي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي كما لفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلا أن الحركة تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار طلقته بعد اجتماع باريس مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث هذا المقترح نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير في حماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل وأوضح مسؤول حماس أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى في حين تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد والمسألة متروكة لعملية التفاوض وأشارت رويترز إلى أن تصريحات مسؤول حماس توضح أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتلى ثلاثة من جنوده بينهم ضابط بردبة رائد في اشتباكات عنيفة بقطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض وأقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن حوالي 80% من شبكة أنفاق حماس المتشعبة تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من جهود إسرائيل لتدميرها دفنت عشرات الجثامين لشهداء فلسطينيين مجهولين في مقبرة جماعية في قطاع غزة بعد أن سلمتها قوات الاحتلال وكانت تحتجزها في إسرائيل وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجثث تشمل ضحايا العضوان الإسرائيلي وجثثا استخرجتها القوات الإسرائيلية من المقابر أثناء تواغلها في غزة عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش اجتماعا مع ممثلي الدول المانحة في مقر الأمم المتحدة وبحسب مصادر بالأمم المتحدة تناول الاجتماع تداعيات الاتهامات لاثنى عشر موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء متورطين في هجوم السابع من أكتوبر هذا وقد أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان المشترك أن قطع التمويل عن الأنرواء ستكون له أعواقب كارثية على غزة قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجن باتريك رايدر إن ثلاث هجمات استهدفت القوات الأمريكية منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة الأحد الماضي على قاعدة في الأردن أصفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من أربعين آخرين وأشار المتحدث باسم البنتاجن إلى أن هذه الهجمات سيعقبها رد أمريكي يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة غريفلي أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف زائر ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو مليوني زائر خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور وثمنت الدكتور نيفيني الكلاني وزيرة الثقافة حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين واختراب العدد من المليون الثاني خلال ستة أيام انتهى موجز التاسع شكرا